إن الحمد لله إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ويهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده وعسوله صلى الله عليه وعلى آله الأطهار وصحابته الأخيار عباد الله يقول الله تعالى في كتابه العزيز من المؤمنين غجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا حديثنا اليوم إن شاء الله تعالى عن مؤمن من هؤلاء المؤمنين الذين صدقوا الله تعالى فصدقهم إنه صحابي جليل صحابي لا يعرفه كثير من الناس بل إن الصحابة الذين كان يعيش بينهم لا يعرفونه حتى الصحابة ما كانوش كعفوه ولكن الله يعرفه ورسوله صلى الله عليه وسلم كان يعرفه هذا الصحابي إذا أردنا أن نبحث عن سيرته في الكتب حتى الآن في الكتب السير التي تحدثت عن الصحابة يلا كل قوح يسير قصة فقط أو قصتين أتكلموش عليه بزاف لأنه غير معروف وغير مشهور هذا الصحابي الجليل رضي الله عنه وأرضاه كان فقيرا وكان دميم الوجه وليس له أهل كان في صغره يعمل خادما في بيوت الأنصار كان يخدم عند البيوت الأنصار يدخل يسخر ليهم يجيب ليهم إنه جليبيب رضي الله عنه وأرضاه تسميك نعفغي هذا الشيء لا نعرف من اسمه إلا أن اسمه جليبيب ابن من؟ لا نعرف ولم ينقلنا هذا جليبيب رضي الله عنه كان يدخل إلى بيوت الأنصار فيكرمونه كي يوكلوه كي يشربوه وكي يخدم عندهم خدام وكان فيه شيء من الدعابة كان كي يضحك وكانت النساء يعني يحبنا السماعة لحديته كيعجبهم يتصنطوا الكلام دياله لأنه في الضحك يعجبهم بالضحك فيجلسوا معهن ويضحكوا معهن فلما بلغ جليبيب كبير وصبح رجل كثير من الرجال الرجال الأنصار كي يوضخو له على النساء ما بقاوش كي بغيوه وكي خليه يدخل عند الدار فاش كان صغير ماشي مشكلة كان كي يدخل وكن ده بقى أصبح رجلا وهذا الأمر هذا كنا نبهنا إليه في كثير من الخطب ونود أيضا التنبيه إليه لأننا نراه في الواقع فاش كان تي كله لي صغير ماشي مشكلة ولكن عندما يصير كبيرا بالخا يعرف النساء وكي يعرف الأمور ديال النساء هذا يمنع من الدخول على النساء وش حال ديال الكواريت كتوقع في البويوس ديال النبهة تشي هذا تي يقول الله وراء بحال بحال خوها بحال لا وراء بحال جدتها شفين بحال خوها رمكيش شي حاجة بحال خوها ولا بحال ختو ولا رأى كين كين اختك وكين ماشي اختك ولذلك صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما خلى رجل بامرأة إلا كان الشيطان تالتهما وكان بعض الصحابة يقول لا تخلون بامرأة ولو كنت تحفظها القرآن هذه كترة تدخل وخرج وهو فالشيك دعم نعم ولكن بشي جراج الغريب ويدخل على امرأة ليست أخته ولا أمه شهد فين داخل ونسمع بعد ذلك الكوارث في البيوت يقولكم مني جاهد الشي جاء من سوء التربية التي تربينا عليها في قصة يوسف عليه السلام مرأة العزيز جاءت بيوسف طفلا صغيرا قال لها زوجها عسى أن ينفعنا أن نتخذه ولدا وكان هذا بحل ولدها هي اللي ربته ولكن فاشكبر وعاودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك أما بقى ش بحل ولدها أصبح رجلا أصبح يشتهى أما يمكنش دخل رجل معا مرأة تقول لها بحل أمي بحل أختي ولكن في علا بحل أمي كلها بحل أختي تشوف طبعا ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الخلوة بالمرأة الأجنبية الأنصار جوليبيب هذا كان رجل دميم دميم بمعنى الخلق قد يعطاه الله ولكن غير مقبول عند الناس وكما عذلك رفض الصحابة أن يدخل إلى بيوت زوجاتهم في غيابهم فماذا فعل جوليبيب جوليبيب رضي الله عنه لما كابر في السن وبلغ أشده أسلم وتبع النبي صلى الله عليه وسلم ولازمه في المسجد وأصبح من أهل الصفة أهل الصفة هم واحد جماعة دين الصحابة الذين كانوا يحيطون بالنبي صلى الله عليه وسلم فقراء معندهم لأخدماء معندهم كي يقلسوا مع النبي صلى الله عليه وسلم ولهم مكان في المسجد يجلسون فيه تمكبته يفتغشون الأرض والغطاء ديالهم هو السماء فقراء وكان جوليبيب رضي الله عنه واحدا منهم فمرة قال له النبي صلى الله عليه وسلم يا جوليبيب ألا تتزوج وش مبغيش تزوج فضحك جوليبيب رضي الله عنه قال يا رسول الله ومن يزوجني شكول هذا اللي غد يزوجني لا مال ولا جاه ولا جمال شكوله غيزوجه شكول هذا اللي غير يمشي عنده فقال صلى الله عليه وسلم أنا أزوجك وكان من عادة الأنصار الأنصار كان عندهم واحد العادة وأن كل بيت من الأنصار كان عندهم شي بنت بلغت سن الزواج كان يأتي أبوها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعرضها عليه يقول له عندي واحد البنت بلغت السن الزواج شوفي لا بغيسيها تزوج بها ولا شوف لمن تزوجها هذه كانت عادة الأنصار وتشيرها عشناه احنا نعشناه في البوادي دينا كان الناس ديال الجماعة عندهم شي بيت يشوفوا الشي راجل في القبيلة معروف الفقه ما كان الفقه عنده المكانة هو اللي كيقلب اليوم على الرجل إما اللي هو اللي هو كيعرف الناس فجاء هذا الرجل من الأنصار جاء رجل من الأنصار إلى النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله اللي بنت وصلت سن الزواج فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أخطبها منك فقال الأنصار فرح قال مرحبا برسول الله وهل أجد أفضل منك يا رسول الله قال ليس لي شليا وإنما أخطبها لجليبيب ولا لجليبيب راك يعرفه الصحابة الأنصار يعرفه فقال يا رسول الله حتى أستشير أمها نشوفهم هاشنو غزقول طبعا رفض فرجع رجل إلى زوجته قال رسول الله يخطب ابنتك قالت مرحبا برسول الله وهل نجد أفضل من رسول الله قال إنه لا يريدها لنفسه وإنما يريدها لجليبيب قالت أما وجد غير جليبيب وكان بعدها أبو بكر ولا عمار ولا عثمان ولا علي ما لقى غير جليبيب قالت والله لا يكون ذلك أما يمكنش لن أسمح بذلك فتغير وجهه الرجل يا أصيب الرجل الآن في حيرة هل يرجع إلى رسول الله ماذا يقول له وكانت البنت تسمع فسمعت كلام الأم والأب فخارجت إليهما فحكايا لها قالوا لها أشكاين أشكاين رأى بغير زوجك لجليبيب فقالت البنت وقال البولينا لا بحال هذه البنات لا بحال هذه البنات لا بحال هذه الشكل هذا البنت اللي عندها رأي في البيت بحال بناتنا ولادنا كان بقون قمعو بيوتا عندها رأي مستقل داخل الأسرة يجيشي واحد الآن يحدثك عن حقوق المرأة قالت ماذا قلتما قال الأب والأم قل لا نستشير نستشيرك فقالت أتردان أمر رسول الله هذا أمر رسول الله مش فيه الاستشارة مع أن الأمر هنا ليس واجبا مش في واجب عليها تطيع رسول الله في هذا الأمر هذا لأنه أمر الزواج هذا والزواج اختيار ويكون عن إرادة ولكنه أمر رسول الله وأمر رسول الله وإن لم يكن واجبا ففيه خير لك فقالت ادفعاني إلى رسول الله فإنه لن يضيعني شوف الاستقلال داخل الأسرة ما تبعد شبها ما تبعد شمها ولكن لها رأي مستقل وصائب بل ورأي أنقاد الأسرة كلها من أن ترد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اهدنا وهدبنا واجعنا هداة المهتدين آمين والحمد لله رب العالمين الحمد لله الحمد لله والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه عباد الله كان موقف هذه البنت موقفا عظيما في تعظيم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فذهب أبوها وقد استرشع وجهه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال قابلنا يا رسول الله فدعالها رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوة لم يكن من عادته أن يدعو بها لأحد تزوش كان رسول الله يدعو لمتزوج بالبركة اللهم بارك لهما وبارك عليهما هذه دعالها دعوة أخرى مستقلة قال اللهم صب عليها الخير صبا ولا تجعل حياتها كدا كدا دعاء من رسول الله صلى الله عليه وسلم وزوجها رسول الله لجليبيب وفي ليلة الزفاف هارل عند العرز سمع مناديا ينادي للجهاد كان رسول الله سيخرج إلى غزوة من الغزوات فخرج جليبيب وترك زوجته خرج إلى الجهاد فلما انتهت المعركة بدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه الصحابة يسألون عن القتلى فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تفقدون هل تفقدون أحدا الصحابة لا يعرفون جليبيب كل واحد يقول نحن نفقد فلان وفلان وفلان فأعاد السؤال للمرة التالية هل تفقدون أحدا فيسمون رجالا ولا يسمون جليبيب ثم أعاد السؤال للمرة التالتة وكان نفس الجواب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما أنا فإني أفقد جليبيب ابحثوا عنه في القتلى فأخذوا يبحثون عنه فوجدوه مقتولا بين سبعة من الكفار قتلهم ثم قتلوه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا مني وأنا منه قتل سبعة فقتلوه هذا مني فأنا منه قتل سبعة فقتلوه نعم جليبيب لم يكن معروفا ومشهرش ولكنه كان معروفا عند الله عز وجل وعند رسوله صلى الله عليه وسلم هذا مني وأنا منه وحمله رسول الله صلى الله عليه وسلم بين دراعيه يقول بعض الصحابة كنا نحفر قبره وليس له سرير ينام فيه إلا دراعي رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله يحمله حتى انتهى من حفر قبره ودفنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وفازت تلك البنت بدعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بعض الصحابة والله ما رأيت في المدينة امرأة أنفق منها ما كانت شيء وحدى حالها في النفقة وفي العطاء بباركة دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم فكيف حالنا مع أوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف حالنا مع سنة رسول الله ما حال هذه الأوامر ندوس عليها بالأقدام كأننا لا نسمعها وتي يقول لك ما حال ما واحد الآن تسمعها طالما رأس فاشكس قل له السنة قلوا أسافي تانتا يا حيد عليا رضيغي السنة الصحابة ما كانوا يتعاملون هكذا الصحابة كانوا يطيعون رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل صغيرة وكبيرة وطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم كلها خير وباركة كلها خير وباركة بل إن طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم ركن من أركان الإيمان ما كان لمؤمن وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن تكون لهم الخيارة من أمرهم أوامر الله وأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم ما فيه أشخطيار ما شي بغيتي ولا ما بغيتيش كانت تقول له صلى الله يقول لك ما زال هذا ديري الحجاب باللاتي ما فيه نقاش عباد الله هذه أوامر واجبة ما شي زع ما مستحبيلا بغيتي ولا ما بغيتيش وإنما يجب علينا أن نربي أبناءنا بغينا تحن البويز دينا يكون فيها بحالة البنيتة هذه كي يكون عند رأي مستقل وما شي غي مستقل مستقل وعلى حق وعلى صواب ما شي غي تابع شخص له إرادة له استقلالية له عقل يفكر به ويميز به بين الصواب وبين الخطأ هكذا قصنا ربي ولداتنا زحنا لا يتعطرون بالإعلام ولا يتعطرون بالواقع الفاسد بل هم يؤثرون في الواقع تعري فيما مشي تيكي أتعطرون فيك لأن تما تعتاش كتوقفلوا لي تباك الله في الباك والله ما عرفت تقول له لي كتصلي تيك الله لما عاشي واحد لبنت تقول لي آه صلى أنا قلت لي أنا مع أمار والدية قالوا لي واش كتصلي ولما حنا قلت لك ما عرف لاش صلى في الدار قاك نصلي واش نحن المسؤولون عن هؤلاء الأبناء اللهم أصلح أحوالنا وأحوال المسلمين أجمعين اللهم أصلح أبناءنا وأبناء المسلمين أجمعين اللهم عدنا إلى دينك ردا جميلا اللهم عدنا إلى دينك ردا جميلا اللهم إنا أسألك رحمة من عندك تهدي بها قلوبنا وتجمع بها شتاتنا وتغفر بها ذنوبنا وتصلح بها أحوالنا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم اجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين اللهم واشمل بهدايتك وتوفيقك عاهل المغرب أمير المؤمنين الملك محمد السادس اللهم أره الحق حقا وعزقه اتباعه وأره الباطل باطلا وعزقه الجنابة اللهم اجعله للحق وضدا على الفساد اللهم أصلح به وعلى يديه اللهم أصلح ولي عهده الأمير الجليل مولاي الحسن وأصلح اللهم أبناءنا وأبناء المسلمين أجمعين وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين